طيب هل ينفع يكون فيه تكافل اجتماعي بيني وبين شخص ما عرفوهش أصلا؟ لا التكافل الاجتماعي أصلا مبني على مش المعرفة مبني على الحقوق الإنسانية للجميع ما يدخلش فيه دين يدخل فيه الحق الإنساني ولقد قرمنا بني آدم فالتكافل ده للجميع لإنه إنسان الإنسان إيه أخويا في الإنسانية له حق الحق واجب عليه أن أنا إيه أن أنا أعطي هذا الحق لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مشهد جميل جدا يصور لنا التطبيق العملي في قبيلة اسمهم الأشعريين القبيلة دي كان لها نظام في الحياة كده كانوا إذا أرملوا في الغزوة يعني خارجين في غزوة أو قل طعام وعيالهم الطعام بتاعهم قال وهم قبيلة مع بعضهم جمعوا ما عندهم من طعام كل اللي عنده طعام جابوا ووضعوا في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية مش اللي جاب أكتر ياخد أكتر لا اقتسموه بينهم بالسوية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه قال هم مني وأنا منهم يب إذن الإسلام يدعو إلى الترابط بمعنى إيه بمعنى إننا لا أصل ولا أرتقي لدرجة الإيمان ما دمت أنا بيت في بيتي شبعان وجاري جاءه ده مش هيجي من الإنسان مش مهتم بغيره لا الإنسان والإسلام وضع للإنسان نموذج حياة كي يتعامل من خلاله الإنسان لو تعامل في هذا المنظور هيجد راحة في الدنيا ويجد نعيم في الآخرة وهنلاقي المجتمع ما فيش فيه فقير عشان كده إحنا عندنا لو نظرنا في الإسلام هنلاقي فيه الزكاة طيب الزكاة لها الأصناف بتاعتها ولها المستحقين بتوحها طب بعد كده فيه الصدقات طب بعد الصدقات يجي علينا مثلا صدقة الفطر يجي علينا العد الكبير نلاقي الذبح ونلاقي التوزيع الأضاحي يجي علينا رمضان يجي علي كل ده مواسم لماذا مواسم حتى المجتمع كله يبقى لحمة واحدة يبقى قلب واحد عشان كده النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما دخل المدينة في أول نداء قال يا أيها الناس الخطب مش للمسلمين قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام يبقى إذن دي دعوة إيه دعوة للتكافل في كل منظور وفي كل نواحي الحياة عشان كده لو طبقنا التكافل الاجتماعي والتكافل اللي أمرنا بيسئدنا النبي صلى الله عليه وسلم لن نجد محتاجا ولا فقيرا طيب ده ياخدنا لإيه ياخدنا لإنسان لابد يبقى عنده تواصل مش يبقى الإنسان في بيته ولا يعلم جاره ده تعبان محتاج في عنده أزمة ساعات بيبقى مش عارف أخوه ولا أخته محتاجين حاجة ولا وممكن يكون بيساعد الغريب لكن سيب يترك أهل وأهل يعني من الأهل ومن الأقارب ناس تكون محتاجة ما بيقومش واجب اتجاههم يعني لا هو المسئولية الإنسان واجب عليه إنه هو إيه إنه هو أول شيء صلة الرحم الرحم دي معلقة في العرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعه قطعه الله يبقى إذن أنا دوري مش مع أخي أننا أنا بقيت أخوه من أب وأمي بس لا ما نعرفش عن بعضين حاجة لا ده مش مبدأ إسلامي المبدأ الإسلامي إننا إحنا الاتنين واحد مش يبقى أخ ما سألش عن أخو سنوات بس بعد كده يقول لا ده أنا انشغلتني الحياة الحياة ملهاش دعوة إحنا أمرنا الإسلام أن نتماسك نسأل عن بعضنا البعض إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة